وهنا هذا الجهاز يحتوي على خاصية جميلة وهو دعمه لقنوات TNT كما تلاحظون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك سعيد أتمنى أن تكونوا دائما بصحة وعافية اليوم إن شاء الله سوف نلتقي مع ريسيفر كالعادة ريسيفر جديد كما تلاحظون هو جهاز فيزيو ST320 mini هذا هو الديزاين الخاص به يحتوي على اثنان من منافذ الـ USB هنا الـ S مئتان وإثنان وثلاثون من هذه الجهة هنا مدخل الـ ER كما تلاحظون هنا مدخل الشاحن 12 فولت هنا مخرج الـ HDMI هنا مخرج الـ EV ليشتغل مع التلفازات القديمة هنا مدخل الـ LMP وهنا هذا الجهاز يحتوي على خاصية جميلة وهو دعمه لقنوات الـ TNT كما تلاحظون جهاز جيد نوعا ما في كل مواصفات التي نريدها في جهاز ريسيفر الآن إن شاء الله سوف نلتقي مع قوائم الرئيسية الخاصة بالجهاز نعود بعد قليل الآن نقوم بتشغيل الريسيفر كما تلاحظون أول شيء نقوم به هو اختيار اللغة مثلا سوف أختار اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لأن كما جرت في هذا الريسيفر اللغة العربية ليست جيدة في القوائم الرئيسية للجهاز سوف أختار الفرنسية مثلا سوف أختار العربية كما تلاحظون سوف أختار الفرنسية للجهاز سوف أختار الفرنسية للجهاز سوف أختار الفرنسية لجهاز الآن الفرنسية الآن ها هي القوائم هنا نجد هنا للبحث عن القنوات وهنا للبحث عن القنوات الأرضية مثلا هنا نختار الدولة مثلا اخترت موروكو بعد ذلك نضغط هنا لتتم إدخال القنوات التي تستخدم TNT بعد ذلك هنا نجد TV Channel Editor مثلا هنا الراديو كما تلاحظون هنا Delete Channel هنا 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 توقيت هنا بعد معلومات أخرى System Setting هنا لها Control Parental Dispositive هنا Update and Backup لعملية تحديد الجهاز نجد هنا مثلا Factory Setting لضبط المصنع هنا Application 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 Multimedia ندخل إلى Multimedia نجد هنا مثلا الأفلام الموسيقى الصور هنا الألعاب الألعاب كنوات مثلا Calculate Chis على حسيبة هنا لعملية التسجيل على USB أظن أن هذه هي القنوات الرئيسية سوف نقوم الآن لكافية البحث عن القنوات Satellite نضغط هنا Satellite Installation بعد ذلك هنا سكاني Satellite Auto هنا لعملية البحث الأوتوماتيكية نختار هنا مثلا نضغط هنا سوف أختار سلم قاتويت القنوات المجانية فقط هنا من الأفضل أن نختار البحث أفوغل هنا أفوغل هنا Single Set كما تلاحظون سوف أبحث عنه Nine Set فقط بعد ذلك أضغط على الزر الأخضر من Remote Control كما تلاحظون هنا بدأت عملية البحث هنا الترددات كما تلاحظون بعد قليل سوف يقوم بعملية البحث سوف أقف الفيديو لبعض الوقت ثم أعود كما رحظتم في الأول كان الجهاز يبحث على الترددات الجديدة بواسطة القمر الصناعي والآن يقوم بإدخال القنوات طبيعة الحال القنوات البرتكا والهوريزونطا هنا مثلا القنوات الجزائرية ننتظر بعد الوقت سوف أعود إليكم إلى حين الانتهاء الآن انتهى من عملية البحث كما تلاحظون هذه هي الطريقة التي يتم بها البحث فيما بعد سوف نقوم بعملية ترتيب القنوات في هذا الجهاز أتمنى أن تكونوا قد اشتفدتم ولو بشيء قليل إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته